السلام عليكم في الفترة الأخيرة بنروح لأماكن ومطاعم معروفة لكن بعد كده فيه مننا بيلاقي ان عنده أعراض يأما في الهضم أو أعراض غريبة في المعدة أساس أسبابها هي تلوث الأطعام والمشروبات وللأمان عشان نكون واضحين يا جماعوه من اللي بيش متجنين على حد بعض الأماكن دي أو المطاعم دي ما بتكونش عارفة أصلا ان عندها مشكلة ده خلاني أعمل بحث مين هو صاحب يعني صاحب الكيان أو المؤسس أو يكون عنده فكرة من خلالها أقدر أوصل وأعرف إزاي معايير الأكل اللي أنا هبدأ أن أنا أكله وأشربه تكون صحية اسمحوني النهاردة أقدم لكم صديق شخص اللي هي جامع جدا الأستاذ أيمن عدلي الخبير الكيميائي صاحب ومؤسس مع عمل دائم ممنونة لك جدا يا أيمن أن أنت قابلت دعوية النهاردة بالجوم مسيليك يا ريهم أنا مبسوط جدا ومبسوط أن أنا موجود معكي النهاردة ربنا يخليك لي أيمن أنا عايزة أبدأ معك بسؤال إزاي جات لك فكرة معمل دايموند بصي أنا بقى لي فترة طويلة جدا شغال في نفس المجال مايكروب من حوالي 15 سنة أو أكتر اتخصصت أكتر في فتح الجزئية بتاع التحليل الماء والأغذية وعملت شوية دراسات وأبحاث خلتني أعرف أكتر إيه أنواع المايكروبس اللي ممكن تدخل في الماء أنواع المايكروبس اللي ممكن تكون موجودة عندنا في الأكل اللي إحنا بنأكله سواء في البيت أو برا البيت ومن هنا قررت أن فيه وقت مناسب اللي هو الوقت الحالي أن أنا أبدأ فيه دي الناس بالفكرة دا وارفع مستوى الوعي شوية عند الناس أن كل حاجة هم هيتعرضوا لها سواء برا البيت أو برا البيت أكل شرب ممكن يحتاجوا يعرفوا هل دا سليم ولا لأ فقررت من هنا نفتح الكيان اللي هو دايموت تمام أنا عارفة أن المعمل عندك معتمد بشهادة الآيزو 17-025 تمام وعايزة أوري الناس أو أعرف الناس من خلالك هل فيه فرق بين شهادة الآيزو 17-025 وشهادة إيجاك بصي هو الموضوع شوي شائك عند الناس كتيرة أن الناس مش فهم يعني شهادة الآيزو أصلا إحنا كل يمكن شركة أو كيان يطلع يقول أنا معي الآيزو كذا والناس مش عارف يعني الآيزو الآيزو هي شهادة بتتاخد أما يكون الكيان نفسه شغال بنظام يعني كل شهادة لها معايير محددة بعد ما بيتمشي عليها الكيان دا بياخد الاعتماد أو ياخد شهادة الآيزو يعني هو النظام بيتحط للكيان يمشو على أساسياته وبعد كده بياخد الشهادة طيب بالنسبة للمعامل تحديدا سواء معامل المية أو الأغذية أو معامل الدم أو خلافه فهي الشهادة الوحيدة اللي ليها رقم هي 17-025 يعني لو قلنا أن فيه كيان يسمى معمد وواخد شهادة آيزو رقم تاني لا هو دا برضو مش معترف بيك كلمة آيزو فآيزو 17-025 هي اللي تخص المعامل ودي اللي بتأكد أن المعمل لنظام شغال عليه ابتداءا من الناس اللي شغال الجواه المعدات اللي شغال عليها طريقة الشغل سرية استقبال الحاجة سرية خروج المعلومات التقارير نفسها بتكون لها فورما كل دا بيكون منصوص عليه جوا البروتوكول بتاع الشهادة مش بس كده ميزة الشهادة أنها بتدي للمعمل صلاحية أن النتائج بتاعته بتكون معتمد بيها جوا مصر وخارج مصر بمعنى أن أي مكان بيحلل في مكان معتمد بالشهادة دي أو طبعا جهة حكومية بيكون معترف بنتائجها بشكل صحيح جدا دون أي تشكيك لأن الشهادة برضو بيديها جهة اللي هي الإيجاك اللي انتي سألت عليها ودي تعتبر جهة طبعة لوزارة التجارة والصناعة اللي هي جهة حكومية فيه فرق بينهم؟ لا طبعا الإيجاك هي اللي بتدي صلاحية الشهادة دي ويمكن هو الكيانة الوحيدة في مصر اللي بيدي داخل مصر الشهادة دي اللي هي الأيزو 17-0-25 أنا زورت عندك المعمل تمعين وده مش مرة ولا ده واحدة ولا اثنين زورت عندك المعمل وده عايزة أوريلي الناس أو العمل اللي بيستهدفوا معاك أنت مش تحليل عادية أو بمعنى كلمة تحليل طبية أنت عندك أنواع خاصة من التحليل اشرحني الناس عشان يبقى فيه توعي بصي الجزئية اللي أنا فتحت عليها المعمل يمكن أنت مش أول حد بحكم صديقة شخصية وبناس كتيرة جدا بتقولي بتشتغل في مجال تحليل ماء والأغذية إيه التحليل ماء والأغذية؟ أيه التحليل؟ يعني إيه أنا أول مرة حد يطلع يتكلم إنه هو عنده حاجة اسمها تحليل ماء وأغذية بزبط بزبط بصي زي ما وضحت ليكي هي التحليل كلها على بعضها مرتبطة بتحليل كيميائية خاصة بعناصر المياه وتحليل مايكرو بايلوجيه تمام؟ اللي بتقول إن المعايير دي إن المياه مطابقة لمواصفة وزارة الصحة اللي هي أورادي حطها وزارة الصحة ولا مش مطابقة والله لو مطابقة خلاص بنشرابها أو بنستخدمها أو بننزل حمام السباحة اللي برضو تبقى للمعايير ولا ما نستعملهاش المياه دي خالص فده أول جزء للتحليل فأنا بنكافر كل أنواع التحليل بتاعة المياه من ناحية الكيميائية والمايكرو بايلوجيه الناحية الثانية برضو جزء الأغذية أنواع مايكروبس كتيرة جداً بيكون موجودة في الأكل فالناس بتقول لا الأكل أول ما هيستوي هيبقى أوكاي لا يا جماعة الأكل من الشرطة ما هيستوي بقى أوكاي في حاجات بتكون فيها مشاكل وانس إنها تثابت شوية بس كده هيحصل مشكلة يعني أنت عندك نوعين تيكنيكا من التحليل بسط اللي هما التحليل الكيميائية والمايكرو بايلوجيه للمياه والأغذية تمام ده ينبني بقى السؤال اللي بعد كده إن المستهلك بتاعك مش المستهلك اللي هو العادي يعني يا أيمان بصراحة هنأكلمك أنا ما هروحش مثلا قبل هحط الحاجات بتاعة الشهر بتاعتي هيجي عندك في المعمل أقولك يا معا أنا هحل الأكل ده صح أو لا ده نيكلاين ده خاص بيك بصي هقولك على حيث خلينا نقول إن الدائرة كلها مربوطة ببعضها يعني إحنا عندنا كلينت مباشر وكلينت مش مباشر الكلينت المش مباشر هو أنت وغيرك وولادك وأهلي والناس كلها ده الكلينت المش مباشر اللي احنا بقدل لهم دلوقتي ميخال فقرة توعية بزرط اللي احنا هدفنا إن احنا موجودين النهارده عشان نديهم التوعية بزرط فالعميل اللي مش مباشر ده هو مش عارف أنا فجأة بيجي لي مع غزية ما انت قلتي كده وقعدنا دردشنا مع بعض واستضفتيني النهار فبيقول أنا بتعب أما بدخل المكان مع إنه مكان كبير أنا أما بنزل السوينج فول الولاد بتطلع تعبانا أنا كذا 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 لأ وفي هذا وضع لك كلمة كمان أنا دلوقتي ملاحظة إنه كان من ناس كتير بتجيب الأكل ويكون من هايبر ماركت كبيرة أو بيكون بأكل مثلا أنت كوي يكون حلو قوي قوي وفي التلاجة ما بيكملش يوم مع أنك بيكونش مش عايب تلاجة أبدا بالضبط بصي هو بكل بساطة الناس اللي هي بتستخدم الأكل العادي متخيلة إن هي وانصة إنها راحت لتشين كبيرة فهي مش هتخرج تعبانة من الأكل لا هو ممكن لو المكان مش ماشي على بروتوكولز معينة أو بيتأكد من سلامة الأكل بتاعه وده طبعا بيتم من خلال شركات كتيرة جدا اللي هي بتشرف على حتة الأغذية وطبعا من خلال وزارة الصحة بس ممكن تكتشف إن هي كالة الأكل وتعب صاحب المطعم يعيني أو صاحب الكيان أو صاحب القطال أو صاحب المركب مش عارف الناس دي يا جماعة تابت من إيه في الأول في الآخر مستهلك عادي بضبط هو مستهلك عادي تمام؟ زي وزي ناس هو صاحب منشأة بس هو مستهلك ففي النهاية الناس مش عارفة هي باب النسبالي ده العميل الغير مباشر إن هو يبقى عارف أما يدخل يأكل هيبص على شكل المكان هيبص على شكل الطبق اللي متقدم فيه هيبص على رحة الأكل نفسه هياخد حاجات كده فيجوال يبص عليها ممكن يبقى من وقت للتاني كده بيسأل سؤال وهو قاعد في أي مكان هو يا جماعة أنتم بتعملوا أصلا تحليل على الأغذية أو بتعملوا كذا أو بتتطمنوا إزاي ده اللي هيبدأ الوعي يقولوا بعد كده ده اللي هيبدأ الوعي يقولوا العميل بقى المباشر بالنسبالي هو العميل الخاص بالمنشآت سواء القطاع الصناعي اللي هي مصانع الأغذية والمشروبات بطبيعتها سواء اللي هي بتخرج الحاجة للمستهلكين في مصر أورادي ولا هي بتصدر كمان برا هم ليهم معايير برضو المواصفة القياسية المصرية حطاها بتقول إن طبيعي المنتج الفلاني يبقى فيه واحد اتنين تنة اربعة فهو بيتطمن على نفسه مش أكتر بيقول أنا هل أنا مطابق للمواصفة ولا مش مطابق للمواصفة مطابق للمواصفة أوكي جميل جدا أنا كده الشغل بتاعي تمام ده إطمئنان قبل ما جهة رقبية تخش عليه لأن لو جاله جهة رقبية حيقدي بقى أن الانتاج بتاعه هيقف يوم اتنين تلاتة سمع سمع طبعا نتوى مش كويسة ممكن لهو بيصدد تصديره يقف طيب هل كل حاجة لازم تبقى خاضعة بس القانون مصري لا فيه ناس طبعا بتصدر فبيطلبوا منهم مواصفات معينة عشان الحاجة تخرج نفسها محتاجة أنها تبقى مطابقة لمعايير التصدير تمام فده أول جزء في العملة بتاعتي اللي هي العملة بتاعة القطاع الصناعي الأخذية المشروبات تمام ندخل على الجزء التاني والأهم ده جزء خدمي بحث مرتبط بقطاع الفنادق بقطاع المراكب الناس الحاجات السياحية الناس دي عندها يعني جزء كبير جدا من مصادر الميا والأخذية اللي ممكن تعمل بشكل غير مباشر للأشخاص اللي رايحة الألاف اللي بتدخل أي كيان تعملوا مشاكل بمعنى أنا الناس فاكرة أن المشكلة بس جاية من المياة اللي بيشربوها لأ أنا عايز أقوله أن المياة جاية لك من الآيس مايكر أما بتاخد التلج في الكوباية وتشرب التلج ده لو سيبته يسيح هتحس أن ريحته غريبة تعمل غريب تحس أن البكتيريا فيه كتيرة جدا أنت ممكن أنت بتمدي إيدة جوة الآيس مايكر تحط التلج وغيرك وغيرك من غير جلافز مكان الآيس مايكر ممكن يكون مش مظبوط أن أنت تقدر تشرب منه وفي الآخر بتاعي تيجي تنزل حمام السباحة تطلع تقول أنا بقيتني واجعتني أنا جالي مشكلة في الماعدة عندي طيب الحمام السباحة ده مطابق للمعيد تعملت عليه تحليل سواء بقى من شركات المعالجة أصلا للمسكاة بعتت لجهة تحلل فعليا طيب اتعملت بشكل قديل كم مرة أنا محتاجة تطمن على الدنيا بتاعتي دخلت الأوضة وكتير جدا بنسمعها بحس بريحة وحشة جدا والمنشفة الفوطور تبقى متكمامة فإيه يا جماعة ده أنا عايز أقول لهم لده بقى نوع قطير جدا من المايكروبز بتصيب أصلا أجهزة التكييف بشكل فضيع جدا بزاعة التكييف المركزي بتيجي نتيجة التكسيف بتاع التكييف المركزي أنه بيكون في بكتيريا كتير جدا ومنها بكتيريا مدرة بتأثر على الجهاز التنفسي لا قدر الله لو ما تلحقتش بتأدي لمرحلة الوفاة غير كده هو عنده غير أنظمة المياة كمان اللي جوا عنده اللي بيتشاك عليها بيتشاك كمان على ديسبنسرز المياة اللي الناس بتشرب منها بيتشاك على الأغذية بقى اللي بتنزل على البوفي بشكل ريجلر الأغذية اللي بتتشلم البوفي وتتخزن لتاني يوم أو البوفي العاشة تمام في جهات طبعا بتشوف القصة دي برضو بيبص على الأماكن اللي شغال بيها الناس اللي شغالة هل هي سليمة عندها مشكلة ساي مسلا إديها نظيفة لبسة جلافز حتى ماسك بنقدر من خلال برضو عملية سوابينج للجزء ده نحن ناخد مسحات من البانشس ومن السككين ومن الحاجات دي نقدر نعرف الأماكن دي نظيفة أورادي نحن نشتغل عليها within the limit ولا over the limit بنقدر نعرف الشخص ده كان مصاب بمرض مثلا ممكن ينقله ولا لأ فهي حتة وقائية بحتة أكتر ما هي حتة أنه لا أنا ظهر عندي مشكلة أنت فاهماني فاهمك بس يا أيمان معلش يعني خلينا أكون صريحة معيك أنت عندك نوعي من العملة من قلب العملة اللي أنت بتتعمل معها حاجة نفسية كده أنا عندي ناس مطاعم بتورد لشركات الطيران الأطعمة اللي بتبقى على الطيارة عندي مطاعم A و B و C وهكذا عندي أنت بتعامل مع شريحة الحمد لله النهاية كبيرة جدا من الفنادة المعروفة فيه ناس بتجي لك عايزة تاخد شهادة وخلاص تمام ودي اللي احنا محترين فيها تمام والحاجة التانية فيه واحد عايز يعني يحافظ على المعايير السيف الأمان أنا أحافظ على اسمي تمام إزاي بتقدر تهندل بين دي و بين دي بصي أقولك على حاجة بطبيعة البشر كل الناس عندها الصحة والغلط تمام الفكرة أن الوعي في مصر الحمد لله في الفترة الأخيرة وكمان الجهات الرقابية اللي بقت موجودة زودت عندنا في مصر أن الناس ببقتش محتاجة شهادة وخلاص يعني العمل لو أنا رايح لها دلوقتي كمعمل معتمد وأنا بقدم نفسي بيهم لو هو من الأول بيقول لي إحنا بنحلل في المعمل بتاعنا طب معمل حضرتك معتمد لا ما بحاولش أدخل معاه في نيجوشيشن أكتر علشان خاطر أنا في الوقت ده هكون خسران النقاش إن هو أنا بحلل في أي تقرير بيطلع وخلاص إنما لو أنا داخل من الأول بتكلم معاه في بوري حضرتك فعلا معتمد طب معتمد مثلا مرخص وزارة صحة ولا معتمد من جهة تانية أقول له يا فندم أنا معتمد بكذا كذا آي يا فندم إيه بقى وضعية لأتمدت حضرتك معتمد في إيه بالزبط ويدخل في التفاصيل بعرف إن الشخصية دي لا هي عايزة تحليل مظبوط لأنها في النهاية بتدفع برضي فلوس مش تدفع فلوس عشان تسكت الجهات اللي حواليها بتدفع فلوس عشان خاطر هي عايزة تطمن على البرودكتها طيب لو أنا شخصيا حد جالي طلب مني الطلب ده سواء دلوقتي أو زمان أما كنت بشتغل برضو مش في البريفت بيزنس بتاعي كنت برفض ده بشدة كبيرة جدا لسبب لأن مش ممكن هوقع كل اللي تعمل الفترة اللي فاتت دي كلها وهز الصورة اللي أنا عملتها في السوق بشكل إن أنا بعمل التحليل وتعبته وجدت الجهات رقبت علي وطلع علي لا ده انت تمام أو طلع عندي مشكلة وبدأت أتعب عشان أحلها أجي هد كل ده لمجرد إن حسن صورتي في الماركت وأنا أقول إن أنا لأ أنا عايز أنا عايز عميل هيدفع لي أكس تمام لأ وصدقيني بعد شوية الأكس اللي هو بيدفعه لك دلوقتي وانتي بتطلعي لي Just on the report لأ بعد كده بيجيلك وهو متطمن قوي أنا عايز أحلل عندك مظبوط أنا عايز أشتغل وتلاقي كلاينس جاي لك إن هو according to the report اللي انتي حط فيها مع العميل ده فكل ده طبعا مش ببلاش بلس برضو إن أصلا الجهة اللي بتمنح أي معمل فينا الشهادة مش بتمنحها كده مرة وتمشي لأ طبعا بتعمل مراقبة بشكل صارم جدا وحازم جدا كل فترة وبعدين السوق كله صغير جدا يعني حتى لو إحنا دولة الحمد لله دولة كبيرة بس الماركت نفسه صغير لو أنا سمعيتي وحشة في السوق بكرة حيطلع من عندي كلاينت يقول آه ده فلان كان بيعمل report كذا إحنا في بلد ميديا ولو أنا في الأول وفي الآخر أنا كصاحب مطعب أو صاحب فندق وبعمل حاجة كده في الأول عشان الدعاية بيكلمهم بقى بشكل السوق أنا بعمل حاجة بعمل اسم بس في الدعاية في الأول وبعد كده هقلل من مستوى التكلفة وبعمل الأكل اللي هو قل من الشكل اللي أنا بدأت به هيدفع تمويل دعاية أكتر وفيش حاجة تستخبه في السوق المصر طبعا وبعدين سواني أنت بتكلمي في أناليسس يعني أنت بتكلمي في تحليل تحليل دي يعني على أساسها بنشخص المشكلة ده لو كان مشكلة يعني أنا النهار ده هل ينفع دكتور يطلب تحليل من مريض يقول له عمليه واحد اثنين تراتة اربعة يتفاجئ أن التحليل دي جاله غلط هيوصف دواء غلط وهيشرح غلط والعيان مش هيطلع من المرض اللي هو فيه يعني أنا الريفرنس أنا بترجع لي دايما الجهات عشان أقول له حضرتك محتاج شركة معالجة مية تمسكلك معالجة المية لا حضرتك محتاج شركة هايجين و سيفتي عشان تتشك البروتوكول اللي حضرتك حده بشكل دوري وتقول لحضرتك تعمل اي بالزبط لا حضرتك محتاج حد في التعقيمات أكتر أنا الريفرنس إزاي يكون أنا المصدر الغلط بتاعك أنا اللي انت بترجع لي ينفع يكون فيه مرجع كاتب كلمة غلط ده بقى اللي خلينا سأعلك انت دلوقتي ايه الكورس أو الريتين اللي انت بتقدمه للناس اللي بتتعمل معك مش الناس بقى خلينا نقول المؤسسات أو الكينات اللي بتتعامل معها أو الشركات أو المطار بصي احنا كل كيان فيه أردي يعني شركات ومصانع كبيرة جدا وسلاسل فناتق كبيرة جدا بتكون عندها أصلا سيستم هي حطاه سواء من خلال شركة الهاجين اللي بتشتغل معاها أو هم جايلهم ريجيليشن احنا هنشتغل عن نظام الفلان واحد اثنين تلاتة اربعة لو أنا شايف ان الكلام ده هيخليه سيف من كل اي حاجة ممكن تضر السيستم عنده أو تضر الجاس الموجودة أو تضر الناس المستهلكة هوضح له بكل بساطة حضرتك ما ينفعش تاخد عينة ماء واحدة عشان تحلل التحليل ده التحليل ده ما يغنيش عن ده لازم تتشاك على السيستم بتاعتك كلها لازم تاخد أكتر من عينة من أكتر من نوعية أكل موجودة نفسها على البوفيل اللي بتقدم طيب هو دي نصيحة أنا بدي هك طيب هو لو أصلا ما عندوش السيستم ده أنا برا الشحر بوتوكول بعد ما بعمل السيرفي للسيستم كله بقوله حضرتك تقدر واحد اثنين تلاتة اربعة وبندخل بعد كده في ميتنج و ديسكاشن عشان برضو أعرف الكلاين ده البوتجت بتاعه إيه دنيته عاملة إزاي ومن دورها أنا بديله السيستم واضح وهو بيسلكت يقولي أنا هاختر واحد اثنين تلاتة اربعة بعض بعد كده برشح له شركة هيدجين واقوله حضرتك تلتقعد معهم تشوف ده هيبقى كفاية برضو بس ولا لأ عشان في دخليات دور المعمر زي ما قلنا هنا مرجعي إنما أنا بديك ركومنديشن عشان حركة تشتغل على ده طيب لو حصل أن أنت طبقت الموضوع ده أنا بنسبة أكتر من تسعين في المية بضمن لك أن أنت توفيه سيف لأن أنا مش بس بعملك التحليل حدما بعملك الخدمة كلها بقولك بعد كده حركة لأ لازم نعمل كذا بمعدل ويكلي لأ كذا كل شهر لأ كذا بيحصل كل تلات شهور وده مش ديبينز على كلامي ده ديبينز على ريسيرش اللي اتعملت اللي أنا عملتها قردي الفترة اللي فاتت وكلام كله مصدق يعني أنا مش هقولك حاجة عشان بس أنا بعمل معك شغل أنا مش هدفي أن نفتح معمل هو بس بزنس وخلاص أنا هدفي أن أنا أرفع التوعية أخلي الموضوع شوية أكتر عند الناس الكواليتي تزيد شوية في مصر وخلاص ما يحصلش عندنا حالات التعب كتير اللي عملتها الناس تشوفها دي في أي حاجة بس اسمح لي أي من الموضوع كبير يعني مش هوايا فالحلقة فده هستغرلك بقى على الحوام مباشرة دلوقتي إن أنا هستغرلك إن أنت تظهر معي في أكتر من حاجة وتظهر معي بشكل أعمق بكتير عايزين نناقش مع بعض موضوع سوء التخزين لأن ده مش حلقة ده حاجة كبيرة جدا سواء كان في الميا أو في الأطعامة أو سوء التخزين بقى أنت باعم فيه فالنهارده الحلقة بتاعتنا وقفت على التوعية المستهلك العادي أخد أول مرة يسمع حاجة زي كده الناس اللي مش عندها يعني مش عندها فكرة إن هي تتواصل معاك حطنا أرقام تلفوناتك اللي هي الخاصة بمعمل دايمون الإيميل بتاعك بالنسبة للمعمل دايمون برضو الناس تبدأ تتواصل معاك تسأل وتشوف إيه الموضوع بالضبط ظهورك الإعلامي دا حاجة كبيرة يشرفني طبعا بس تغل صدقتي بيك أنت وزوجتك مدمر أنا أرجوكو اطلع معايا أكتر من حق الناس محتاجة تعرفها أنا طبعا بساطة جدا بالحلقة معاكي النهاردة يا ريهام وأكيد إن شاء الله أنا موجود في أي وقت اللي رد على الطلبات بتاعت المشاهدين اللي الناس عايزة تتفسر في أي حاجة مش للبزنس لأ لو عايزة تفسر من ناحية التوعية وطبعا يسعدني إنكم موجود معجي في أكتر من حلقة ونتكلم في الحاجة الجديدة إن شاء الله الخاصة بالتخزين شكرا لك أيمن شرفتنا النهاردة كانت معانا علامة مضيئة أستاذ أيمن عدلي الخبير الكيميائي ومؤسس وصاحب معمل دايمن لتحليل المياه والأجزاء سنونا بعد الفاصل معانا علامة مضيئة تانية